السلام اخي الياس انا ام الضحية ديال البنت اللي عندها بنتي عندها سبع اثنين في العمر ديالها وقع لها تشيف الفين واثنين وعشرين اا اغتيصاب اا انا نعطيك غير الديطاية ديال العام اللي وقع لها وقع لها تشيف الفين واثنين وعشرين في شهر السنهر خمستاش اغتيصاب ديال بنتي كنت انا كتخدامة روقيت اللي كنت خدامة كان هو كي يستغل بنتي كان يشدها لوقيت اللي اللي قلس فيها يعني ماشي بززاف ما طول شي ما بين خمستاشر يوم تل ناشر يوم جات عندي بنتي كتجري قتلي اما ما رأى ما شنو في سليب ديالي فازق اللي بنت عندها شحلة 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 يعني عندها سبع سنين سنين اه الفين واثنين وعشرين اه صفي من اه وريت وراتي سليب ديالا لقيت فيه ما ما شي عادي يعني خفت وخفت ما نويتش هذا الشي غيكون صفي خرج عن جيراني ما احنا عايش نافع شوائي خرجنا عد جيراني كانت الام ات كانت هاته السيدا اللي كتجي اللي تكرفص لي على بنتي اغتيصاب اه وريت وليها قلت لها او اشتبنتها فلاش بنتي كتلعب هيوية جارتي جارتي اه لا ولد لوسها قالس معها كيقرة عنده الايجازة وكان اخر عام عنده غاي سالي وغايبشي بحاله هو من اسفي ماشي من اخي اه صافي بشيت عنده مكانو الجيران كامل قلت لها فلانا واش بنتك كيهبط منها هاد الشي راه هاد شي خلاني كيهبط من بنتي قلت لي يلا يعني نقز وجران كامل قايد دي هالطبيب سافي بقيت الغدد ديت هالطبيب ما وقع لي اذك شي يعني مور العاصر ديت هالطبيب اللي بشيت غير سبيطة الحومة حيت ما كانش عندي ذاك لو قيتها بشيت غير سبيطة الحومة ووريتوا الفيديو اصلا كدرت له فيديو قبل ديتوا لو قلت له هاد الشي اللي هبط من بنتي ما عارف شنا هو شافوا ويقول لي يصير عن طبيب اختصاصي سافي مقري اختصاصي شكيت انه كاينا شي حاجي يعني اذك شي مشي طبيعي سافي جيت لدارنا هنا بشيت تسبيطة الحومة اللي احدانا بشيت كان بكي بحالة هستيرية كنقول له شوف لي يا دكتور بنتي شنو في هارا انا ما عرفتش انتي شكيت لك ساعب شي حاجب سافي انا من اللي اصفتني الاخر ما بغاش يتواصل معاي ولا يقوليش حاجي يصير اختصاصي نشي سافي جيت تسبيطة الحومة دخلت ع طبيب قيت كان بكي قلت لغير شوف لي يا بنتي شنو كي نقلبها انا بقيت على برق قلبها قال لي يا لبنت ماشي طبيعية اعتزي دابو وغاتش يصبتها للغابة عمر لي ورقة باناني مش يصبتها للغابة سافي خفت جيت لهنا عن دار عقوسي ما كانوش عيط ليهم قلت لهم مرحة ما نوقع البنتي شنو كي نوقع بنتي باني كانت سوالة تخاف مني ما بغت تقول لي شي شي حاجة شدت عمتها حذرتها قلت لها بنتي قولي لي يا شكو اللي يدلك هادشي ونخرج بنتي وندير ما كيش لغاية دار معاك ونستاريك اللي بغيتها انا شريها لك بنتي بحل اللي تأمنت في عمتها قلت لي هارا فلان قلت لي هارا فلان هو اللي يدلي ماذا ما بغت تقول لي كون في حول ماذا كانت كنت تعالى لشي مضايقات ولا شي تحديدات اه كانت يقول لي باباك خدامك خدامة إلا قلت لي شي شي حاجة نقتلك هو هارا شخصها اه 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 قلتها قلتها في المحكامه وقلتها في الكوميسيريات اه صافي من اللي عيط متوقات لي هارا فلان تصدمت حتى ذاك السيدة انا كنعرفو ضايف عن جارتي تدوز من قدامي ما عمري ما عندي تعالق مع اهل السلام لكن انا كنعرفو ضايف عن جارتي ترك الحتيران بيننا وبينه صافي من قلت لي فلان صافي دخت ما بقيتش عارفة شنو غندير صافي لتا جاءت للكوميسيريات وتعرفت لكم كيف شكن كي دير معاها وشنو كان كي دير شانت للكوميسيريات باش عودت كل شي ممكن تقول لنا شكن كي دير بالضبط اه كان قلت كي شدك يسدليها فمها يعني كتشوف بعينيها وكي ما رسالة اه قلتك ماشي مرة وماشي جدا صافي عودت البوليس لدارش انها كتخرجني انا وكتعود تتعود البوليس يعني قدامينه كتقولوا ما انقداش نعود قداما ما 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 تخرج صافي كان نخرج انا عودت ليهم كل شي حتمت دار رسمت هاليوم عشا طاوها ورقة رسمت ليهم الدار شنو فيها كلها بلاسة وكلها كنت شنو فيه اه وصفات احتمل الحجرة اللي قدام الباب كتلعب فيها والبنت ووراتها اليوم صافي ضغط انا يا حت خفت يكبر المشكل ولي في مشكل كتر من هادك بحالة ايش من نشخص خفت يسيق بها الخبار سافي قلت كنقلب انني خص سلطة تشده يعني مخصيش بقى قدامه سافي بشي قال لي عمار المحضر للكوميسير قال لي غات بشي وغات شفيه واشكين وليلا وعتعطيه ورقة قراءها لك باش تعرفي واشكين يعني اتضق عليه حت حنا عايش نغرف عشوائي اذا ما الحيلولا اذا ما برشمت بشي اه بحالي اذا ما تقول لي غانا حالي انتي امي يوم ما تقرأي اه ما كان فهمش حت هاد جارتي دايرة لها ودايرة لولدها هادو ولدها دايرين ثلاثة المحالات ودي الولدها هو الرابع وهاد السيدة عند ثلاثة العزارة هو الرابع فيهم علش من هادوك الربعة كاملا قصداته هو بوحده تقدر تقول واحد في هادوك الدراء يكت هادر بيه هو سافي بشيت دقيت عليه يعني مثالك تنفسي دقيت عليه اعطيته واحد الورق كانوا عندي كتت هزى بهم كريدي ديت طو موبيل ديتهم لي قراهم لي سافي عيط الورق نكاينة سافي بقيت كنت سنه لي خرج سافي يجاو الدور من لي الدور بشيال اقول ديالي مقال لي انا تسحلمت ومسحت في الحيط ومسحته في الحيط ومسحته في الحيط قال لك هو تسحلم ومسحته في الحيط وانا امها جيت ومسحته في الحيط هذا كلام حيواني لا يمكن انساني ومسحته في الحيط ومسحته في الحيط ومسحته في الحيط لا اعرف ان هذا الحيط ومسحته في الحيط ومسحته في الحيط ومسحته في الحيط وقال لي انتهي قريدي وانا اصلا قاري القانون لان تقولوا لي سمح لي هذا السيد هذا هذا الوقت الذي قال لي انني استحلمت ومسحت المادة في الحيط كان صيف او كان او كان ويقولوا لي لا تقلق لك شيء كارم والمادة ومالذيجة لأنه كان في الحيط لا يمكن ان تسحلم الوضوع لم يكن لديها علاقة وهذا الشيء في سليب بنتي فيديو فى ركيبان فازق ممكن ان ترى هذا الفيديو اهه انتظارهم لانا انا قابلت الفيديو وانا لديك شيء فازق ويتبقى مستحيل هذا الرايط يعني بغى هو يخرج بأي راسه بأي حاجة قالك انا عندي كريدي وبغى نخلصه على دهره يعني بغيت ندله هاد المشكيل باش نبتزات ايه برسول الخبرة اه هزو الخبرة بشين للدائرة هزو الخبرة بشين اللاب بيجي بشين اللاب بيجي عاودوا سولو بغى يواجهه مع بنتي بنتي خافت مقدشت بقتك تغوت اه معا هو بقيت كتغوت بوليسي بقيت في فادك شفف هادك المندر صافي يعني فعتقال خرج انا على اساس الصباح نجي مع تسعود اللي عنده اللي شاد لي المحضر ديالي باش نعرف شنو كاينه صافي بشيت الصباح من تسعود انا بقيت متل سبعة العشياء عد جالي شاد لي المحضر ديالي بشيت هبطو بنتي دارولي هالخبرة ديال فما على اساس على حسب السليب باش يطابقوه seems more over than you على نزيل المحضر باليو كتغوت بشيت ومحopsat السبع الغابة سبيت الغابة بدخلت عن الطبيب انا لحيت الحويج البنتي اقلبها الله في ف daughter's baby اه ما عرفش اصلا شنو كين صافي بشيت من تمو انا قلصة سادن علي حتجها اللي شاد لي المحضر ديالي صافي اعطاتي بنتي نفس الاقوال ديالي سنيت عليهم الغد على حسب انا ويقدموه في محكمة جنائية بشيت محكمة جنائية بزنعت قادي التحقيق الاول دخل بنتي سولها قادي التحقيق عودت له عادي قاتله واربعات المرات قال له كيف شكل ديالو قاتله شكل ديالو بحل القالم وخيب فهمتي بغت توصل له انه قالم قاتله ما بكملتش قاتله خيب يعني اذك السن سبع سنين يعني انا اش كتعرف انا ما اتعرف ويلو اه صافي ملي قاتله هكك صافي انا بسيد غادي بعتقال ديالو انا كنت نغل الخيبرة ديالي تخرج صافي حتما دخلت لمحاملة واحد ويلو بشيت انا الراسي كنقلب في الخيبرة كمشي مرات في السيمانة شو اللي اسم الشي مرات في السيمانة كي اعطي مني واحد تارخ كولي سيري سنهار فلان ورشان من الف الخيبرة فين وصلت؟ هذا الشيء وحده بارك تقولي في الفين واثنين وعشان من تمو انا كنت اكتش انه خرجوا سارح مؤقت اذا اعتقلوا سارح مؤقت اعتقلوا سارح مؤقت لك الساعة ولك المدة ما بين خرجوا من ربع شهور تلتشهور ما عارش انا وقتش خرجوا وصلت 4 شهور من اللي مشيت نسول على الخيبرة قلووا لي انه سارح سارح بقيت كانت سنه الخيبرة هذه البنتي لحد الآن حتى مشيت عد قادة التحقيق لقيتها وانت جلسات اه جلسات بلا خيبرة بغيت نعرف هذا الخيبرة بي نهاية يعني دايزة في الجلسة ولكن بلا خيبرة انا عامين وانا كنت سنصبرت خرجوا سارح مؤقت وصبرت على الخيبرة كان نموت كل نهار باش تجي الخيبرة دي لبنتي دابا مدة عامين دابا داس الجلسة اجلوها لي خمشهور بزاف اليوم كانت عندي جلسة اجلوها لي خمشهور وفي نوار الشخص هذا؟ انا مجددا من هذا المشكل يخرجوا بلا ما كان عارف كيف علاقة تكمالك الجارة التي كان لديها تلك المنطقة؟ الجارة عادية هل تتعذرك؟ لا عادية هل تتعذرك؟ لا 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 ادوني ما كان ادوني انا اصلا مرتفة ذلك الخيبرة انا بغيت ان ربي سهل عين حيض ذلك الخيبرة انا مرقيتش البادية انا بقيت البادية من قشته انا نزل بنقلك انا انا لننقلح ب electroc Silver انا نحن نبقل حسابه ولكن المعادية من تنقلح لا نسيطر لا نسيطر لا نسيطر لا نسيطر اخر. انا 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 كان طلب من جلالة محمد السادس يشوف فيا ويشوف هذا البنت يديرها بنته ديرها بنت شعب كابل بنت بنتكم ولا اي واحد فيكم يشوف فيا وشوف بنتي. اتش اللي كان طلب وكان طلب من من واكيل العام ورأي العام انهم يشوفوا في هذا القادية دي البنتي بغيت الخيب راديا يتحضر وبغيت ياخد حقه. اشتركوا في القناة